فرجتوا فيه الماتش اليوم شفتوا اللي لعبة ترتيبها 526 لش نجم تعمل اللعبة فيرا كانت نميرو دو قلت لكم ان مبارح لعبة عندها خبرة لعبة قوية لكن عمرها 39 سنة ونجبرت نجم تربح ضد زفونا ريفا وقلت لي زفونا ريفا تطيح فيزيك ما يعني فتروازي همسنت هذا تقريبا اش صار في الماتش اليوم مع ريمونتادة عالمية من أنص سجابر هي اللي منعطت لها الماتش خطر كانت ما عملتش كان ريمونتادة ذي كانت تخسرت الساعة لولا لو كانت خسرت الساعة لولا راي خسرت الماتش خطر زفونا ريفا انهيار البدني اللي بش يقع لها اكيد مش بش يقع بعد ساعة ولا ساعة ونص ذنك اذا ثم انهيار بش يقع زفونا ريفا انه بش يكون في تروازي همسنته ذاك علىش لازم بالنسبة انزجابر طول المتش لماكسيمان بوسيب واذا يشترون انزجابر فانز اروند ده وولد رحبوا بكم بتباع بش نحكيه في الفيديو متاع اليوم تفاصيل متاع المباراة انزجابر ذرا زفون عريفة نرجوه لكم تنزل المتش بدايه في التار ما بداش تسعة ونص كما كان بري في ملو بكل سيتوتا في نرمال دي مربوطين بالمتش والد القبل ده بعد العشرة المهم والعشرة وربعة وعشرة ونص دونك فما برش يخدموا من الجموش يتفرجوا على الاقل في بداية المتش والد وانا واحد من جميع عظمه طف وقتش خلطت على المتش وقتها النتيجة 5 دراف ستلو يعني انزجابر بش ترسل هي بقالها ان سيرفيز زوروتا بعد ما استرجعت واحد من الارسالات متاحه على المكسرة بقالها ارسال واحد بش تسترجعو لك انت بار لزمها تربح الارسال متاحه طف انا بتباع المتش مساجلو يعني شفت انسويت بعد ما في المتش شصار او ديبو ووريت كيفاش انزجابر الدخل متاحه كانت خائبة برشا وكل عادة على الاربع ارسالات الولانية متاحها ثلاثة خسرته ذي كل عادة نقطة استفهام كبرى 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 في الستة ذي في الاخر النتيجة هي سبعة خمسة يعني هي ارسلت ستة مرات ومنافسة ارسلت ستة مرات انزجابر خسرت ثلاثة ارسالات وكسرت اربع ارسالة يعني وصلت وقدرت بشتكسر اربع ارسالات متاع فيرا زفوناريفا وفيرا زفوناريفا راهي صحيح ما عادش عندها كل القوة اللي كانت عندها قبل في الازانية في سنوات الفين وعشرة والفين وحداش لكنها معروفها ومتميزة راهي بالارسال زفوناريفا من اللاعبات اللي قبل المعروفات بالارسال انزجابر قدرت بشتكسر الارسال متاع فيرا زفوناريفا كثرة فواء في الساتة لكن المشكلة الكبيرة هي اكلها على غالب على غالب ما زال شي باقي شي باقي شي باقي شي باقي شي مشكلة كبيرة فيها اليوم رجعت وحاول التلعب علي زيس مركات دي زيس لكن انزجابر بارتي خسرت برشا خسرت برشا نقاط على الارسال متاعها ذاك عليش نعاود نقول مرة اخرى انزجابر قدرت برشا حاول ما تلعبش علي زيس ما تجيبش دي زيس واربح اشوات ارسالك خير لك ألعب على المضمون فرمي سيرفيس عديه بالقداع واختاك من الايس مش بشي فيدك برشا هيك اليوم عملت سيس ايس لكن شوف قداش خسرت من الارسال ستة مرات اليوم انزجابر تخسر الارسال متاعها سيترو بالنسبة لانزجابر سيترو سيترو فريمون سيترو المهم نرجع للمجموعة الاولى سيناريو غريب اوديو بيو دوماتش تحس انزجابر تدخل التاعبه في الماتش كان انها جاية من طرح اخر كانت تلعب فيه الله اعلم المهم ثم اكيد نسبة الرطوبة كانت كبيرة يسر بستة وثمين في المئة كانت مؤثر اكثر على انزجابر اوديو بيو دوماتش المنافسة صحيحة وانها كبيرة في العمر بين قوسين برشة سموها عزوزة وقالوا عليها عزوزة عزوزة 39 سنة المهم اما فيراز فوناريفا اللي برشة عباد سموها عزوزة كانت حاضرة اكثر من انزجابر وخير من انزجابر ما متنجم تقولوا انه واحد كيتفرجه كاي ومش عارف الاعمار متاعهم وما يقربوش وما يزوميوش على الوجوه تقول انزجابر هي اللي تا 29 سنة وزوناريفا هي اللي 29 سنة بريمو معنطا دو بيدو ماتش غريب 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 من انزجابر بطء كبير في الحركة متأثر ياسر بالرطوبة تعب ارهاق كبير واضح عليها معنطا نونيكسبريكيه معنطا فماش مبرر ليه خصوصا انه في اول ماتش لحكاية الكلام اللي قاعد نقول فيه وكانت اول الطرح كان ها معنطا مهيش موتيفي برشا للطرح شبا منعوش بعد فجأة رايكا بشت في الطرح وولت بالتلعب بجرينتا ذاك الغريب في الامر يعني رينا زوزوجوه الانزجابر في الساتلول ملو الوجه الانزجابر اللي تايرت لها معنهيش تلعب فيد قالق اختاني برك وبعد انزجابر كالمحاربة اللي في مخها يزمها تربحوا الطرح مهما كان الثمان ومهما كان الطريقة وداية ربحت خمسة عشوات متال يا راهي من خمسة اثنين عملت ريمونتادا كبيرة ياسر وربحت سبعة خمسة وفي كل خمسة عشوات هذوكم ثلاثة منهم كسر الارسل والاقوة من هذا هي انقاذ هالثلاثة كورات مجموعة يعني بالدو ست وفي ثلاثة عشوات مختلفة مش في نفس الشوت في السانك دو في السانك تروى في السانك كاتر تروى فوا مرتين على ارسال زوانا ريفا ومرة على ارسال متاحها في السانك دو في السانك تروى وفي السانك كاتر بشي ورى وانو المجموعة الولى هذية بداية متاحها كانت سيئة برشا نهاية متاحها كانت ممتازة ياسر وحتى هالارقام اللي نشوفو فيهم في الاستاتيستيك تحسنوا في الاخر من اللول كانوا كارثيين عن الاخر عن الاخر وبعد فجأة تحسنوا وكسبتها كالمجموعة الولى بنتيجة سبعة خمسة ونسويت المجموعة الثانية ورجعنا من نفس السينال ونجابر في المجموعة الثانية بيديت على الارسال خسرت ارسالها وانو سويت وانو استجابر كسرت الارسال وكون واحد واحد انو عودة لعبة لارسالها وعودة خسرته ولت خسرته ثين واحد وانبعد كسرت ارسال ورجعت اثنين ثنين تقدمت هي ثلاثين بلاطنا من بضو дней السابق و Brand كان السابق و تلاحق بالول الكسر الارسال في الاربع عشوات لانين ومن بعد في الاربع عشوات المواليين كل لعبة تاخذ في ارسالها دنك وصلت انس جابر متقدمها ربع ثلاثة انس ويت ما قدرتش بشتعود تكسر ارسال سفوناريفا حتى مرة في المجموعة هذي وما خسرت هي ارسالها دنك منها ربع ثلاثة ولتخسرها ربع ستة يعني خسرت ثلاثة اشوات متالية وخسرت المجموعة ذي بنتيجة بنتيجة ستتربة اكيد المجموعة ذي كانت زفوناريفا فيها خير من انس جابر انس زفوناريفا ما زالت بدنين موجودة وانس جابر بحكم انها ربح المجموعة الولى فانو حسيناها كانها ما كانت مصررة بشتربح المجموعة ذي عندها مجموعة كمام ربحتها يعني مثمها حتى مشكل حتى كانت تخسر المجموعة ذي تناج مترجع انس ويت وكانو حسيناها كالي انتران دو ريكوپيري خصوصا في اواخر المجموعة ذي مجردش برشة ولا الكورة كينياها نظهر لهكا كيني لابولو ريكوپيري خصوصا وانو العطوبة كبيرة كانت كبيرة ياسر والارهاق بدا يظهر عليهم مزوز لكن هيا كما قلت شوية من المجهود متاحة منعرش اكس بري ولا لا الله واعلم ما قلت شوية من المجهود متاحة والكاريكوپير ذي هنا اللي حظته اللي لاحظته في اخر المجموعة الثانية خصوصا في الشوط الخراني ما عملتش مجهود كبير بش تحاول تفك الارسال متاع زبونا ريفا بعد ما خسرت الارسال متاحة وزونا ريفا تقدمت بنتيجة 5-4 المهم دونكت عدينا هكاية للمجموعة الفاصلة المجموعة الثالثة واللي كانت بالطول والعرض لأونس جابر ووقت هارينا أونس جابر بدت تترجع متفرهده حتى في اللي بدي لانجوج متاحة حتى في الضحكتها ما تمتش كامل مكانش برا منعرش عليش تقولش عليها متعاركة معاش جماعة منعرش المهم دونك في اخر الماتش لينا هتخذر للباكس متاحة وتضحك يعني مش متعاركة مع الجماعة ما لاشنية لحكاية أونس كما قلت لكم حكاية ثيقة 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 قتلي تحس وانها معلتا ثيقة في النفس طائحة قتلي تحس وانو الأمور عكستها تحس وانو الكورة عكستها توليها كاكرة أو سينوت في توتافي نورمال تولي تعمل لقريماس تولي مكشبرة تولي طائرة لها تولي تكش تولي كل شي كل شي يجي بسبب ثقد الثقة ما عندها حتى مشكلة مع الإطار نتاحها ما عندها حتى مشكلة مع كريم ما عندها حتى مشكلة مع عيسام مشكلتها مع نفسها مع الثقة مع ثقتها في نفسها فقط أنا ذاي اللي حاسو وكي ما قلت لكم ودي ريتو في اخر ماتش وقت اللي تحلت اللعبة وغلت رابحة ومريقلة ومتقدمة بطريقة كبيرة ريتو كيفاش تغذر للسطاف متاحها وتضحك وشايخها ولت متفاعلة هلو ما عندها رينا شوية من أنص اللي نعرفها نهاية مباراة كانت باهية من أنص وذاي بسبب أنه في جزء كبير منه بسبب أنه ها فيرزوغوناريفا تساي مرها تسعة تلثين سنة إن ببلو ديجا في اخر طرحة واللوزوزي تنفسه بسيف لما حاله أما فيرزوغوناريفا كان واضحة عليها الشيء أكثر بياسر من أنص الجزء سبب أولا أنص أصغر كمان بعشرة سنين من فيرزوغوناريفا وثانيا أنص كما قلت لكم في السات اللي قبل رتحت روحها شوية باش رجعت بقوة في السات الخرنية في حين زونة ريفا كانت في السات الثانية عاطية كل ما عندها باش تقعد في الطرح سيتوتها في نورمال حكاية كما حكاية المهم دعونت في السات الثالثة كانت سات في اتجاه واحد وكادت أنها تربحها بيغل في السات الثالثة وصلت خمسة بلاش ومبعد خمسة واحد وعلى أرسالها في آخر المباراة ربحت بنتيجة ستة واحد في المجموعة الثالثة وربحت الطرح بنتيجة زوز مجموعات لواحد سبعة خمسة أربعة ستة وستة واحد في الماتش هذي أونس جابر عملت سيس إيس ثلاثة منهم في السات الأولى زوز في السات الثانية واحدة في السات الأولى واحدة في السات الثالثة السات الثالثة اللي هي أحسن سات لعبتها أونس جابر مركت فيها إيس واحد شفتوا يعني مش قضية دي زيس بالعكس بالنسبة لأونس جابر ما تمركيش دي زيس خير من اللي تمركي دي زيس خاطر كما تمركيش دي زيس ما عانت قاعد تلعب ان سيكوريتي في الإرسال المتاحة كتابر تمركي دي زيس يعني قاعدة تدخل في الريسك قاعدة تحط فيه كور على الخط في الإرسال المتاحة ومرة تسيب وعشرة مرة تتخي اذاك عليش ننصح وأنه أونس جابر ألي فيت دو جوي سور لي زيس في الإرسال المتاحة وتروا كيفاش يتحصن أكثر واكثر الإرسال المتاحة دونك بالنسبة لدوبلوفات عملت كترة دوبلوفات ثلاثة منهم في الساتلول وقت اللي عملت تروازيس عملت معهم ترواز دوبلوفات شفتوا مسألة مربطة ببعضها وفي الدوزيام سات عملت دوبلوفات واحدة وقت اللي عملت دوزيس عملت دوبلوفات فتروازيام سات وقت اللي ما عملت كان اس واحد ما عملت حتى دوبلوفات دونك مرة أخرى سلاسو كنفيرم مسألة ترابط ما بين اللعب علي زيس والأخطاء سواء في دوبلوفات سواء في نوعية الإرسال وربحان النقاط دونك في الماتش هذي أونس جابر عملت ترانتويت وينرز واربع واربعين خطاء مباشر أغلبهم هالأخطاء المباشرة في الساتلولة السات ضعيفة برشة بالنسبة للأونس جابر في بداية هنأكد مرة أخرى كخمس وعشرين من الاربع واربعين هذيكم فهم خمس وعشرين خطاء مباشر في الساتلولة وفي الدوزيام سات عملت سبعتاشن خطاء مباشر يعني بين الساتلولة والسات الثانية عملت ثانين واربعين خطاء مباشر في حين في التروازيام سات اللي رينا فيها أونس جابر اللي نعرفوها عملت كين دو فوت ديريكت جوزة فقط ديجا رينا في تروازيام سات برشة إبداعات من أونس جابر برشة لقطات حلوة ياسر من أونس جابر ولكن أحسن لقطة بالطبع هي اللي ريناها في الساتلولة نتيجة وقتها أربعة خمسة يعني متأخرة بشوت وكارونت كارونت يعني مسألة مهمة برشة و بوووو نتسوزة وقتها بشتعملوا التوينر لكن حملة التوينر عالمي بصراحة ربع ما ربع ما يكون نقطة الشهر تعودنا أن أونس جابر أغلب نقاط الشهر عندها هي اربع نقاط شهر من الوثمانية ممكنين مع العلم وأنه بشتأة أونس جابر كريمة ما تلعبش وما شاركتش بالكل دونك نتصور وأنه نقطة الشهر الجايبش تكون التوينر اللي عملته كالتوينر الغول اللي عملته في الفسات الولانية في الأخر هذا هو الملخص للمباراة أنز جيبر ريناها اليوم على فترات في كل فترة رينا وجه من أنز جيبر من ناحية اللعب من ناحية البدنية من ناحية الكمبورتمون بتاعها من ناحية طلاقة وجهة والبادي لانجوج متاعها رينا كل شي اليوم في أنز جيبر رينا أنز جيبر اللي اللي كورة منهم بش ترجع سطحاتها تقولش عليها تصطاد في الحجل ورين أنز جيبر اللي عملت توينر عالمي يعني أنز جيبر كالعادة اللي إمبريفيزيبل توتي بويسيبل منها أنز جيبر قاعدة تلعب في المدة هذي كلها الأخرانية ضد أنز جيبر مرة هي اللي تربح ضد أنز جيبر مرة أنز جيبر هي اللي تربحها اليوم هي اللي ربحت ضد أنز جيبر وإن شاء الله تقعد هي اللي تربح ضد أنز جيبر خطر المنافسات متاع أنز جيبر حتى حتى توتي مرينا اليوم لعبة كما هذه لعبة راي محترمة مش محترمة بارك كانت نميرو دو مونديال يعني ما نحكيه على عمل السن أنا محترمة حاليا بحكم عمل السن وأنز جيبر اليوم كانت صحيح تتنافس مع زفونا ريفا لكن زادة في جزء كبير من الماتش كانت تتنافس مع نفسها في الأخر هي اللي ربحت بالنسبة لبقيت الماتشوات برونزات تيرينها كيفاش خسرت ضد تشيكيا ليندا في ريفيرتوفا سيزيرو سيستروا بيقل في السنة لولا بحاليا قاعدة تلعب بالماتش متاع كفيتوفا وشنايدر السنة لولا وشنايدر ربحة وأنز في المباراة تتعنص في النهاية بيش تتقابل مع المنتصر من بعد ما بين سينيا كوفا وبودوروسكا سينيا كوفا تشيكيا وبودوروسكا الأرجنتينية كما ترى في الكاتر كاردو فينال ثلاثة منهم فملاعبات تشيكيات ومرة أخرى ماتش تشيكية قاعدة تهيمن وتسيطر بشكل كبير ياسر على كرة المضربة العالمية في صنف السيدات مشاء الله غضوة أونس جابر أرعوها وتقدم ما تشو مردود به ضد سواء سينيا كوفا ولا بودوروسكا بو أمبورت لأدفرسير المتاحة كما قلت لكم أونس جابر مشكلتها مش شكون لأدفرسير المتاحة ما يهمناش شكون لأدفرسير المتاحة اللي همنا يا أونس وشنايد وشنوى النهار اللي بش تكون فيه أونس جابر تمنى وأنها تكون فيه نهار به خطر كام بش تكون إن شاء الله فيه نهار به مهما كان اسم ونافستها تربح في ختام الفيديو نشكركم على حسن المتابعة كنتم معاكم مراد بالحجم تونس إلى اللقاء